ينظم المهد العربي في باريس معرضاً افتراضياً ثلاثي الأبعاد لبعض المدن العربية العتيقة والتي تعرضت للدمار كالموصل وحلب وذلك ابتداء من الثامن أكتوبر إلى غاية نهاية شهر فيه القادم تحت عنوان من تدمر إلى الموصل وتهدف هذه التظاهرة إلى أحياء المدينتين السورياتين تدمر وحلب بالإضافة إلى الموصل العراقية ومنطقة لبدا الكبرى بليبيا والتي تعد مناطق أثرية كبرى على المستوى العربي والإنساني على حد سواء ويهدف هذا المعرض إلى التوعية بالتحديات الحاسمة المرتبطة أساساً بكيفية الحفاظ وإعادة تأهيل هذا التراث المهم وشارك في هذا التنظيم مؤسسة إيكونيوم واليونيسكو بالإضافة إلى شركة يوبي صوفت الرائدة في مجال ألعاب الفيديو وتظهر التقنيات الرقمية الحديثة المستخدمة في هذا الحدث المواقع التاريخية كيف كانت وكيف أصبعت وتسمح للزائر بالتجول وسطها وبفضل إعادة الهيكل الرقمية العالية الدقة للمباني والمساكن والصروح الأثرية يشعر الشخص كأنه حقاً يتواجد فيها وتترسخ فيه أهمية الحفاظ عليها وصيانتها